أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن الفراغ الرئاسي ليس في نصلحة لبنان مشددا على أن استمراره يسهم في تعميق أزمة البلاد وزيادة معاناة الشعب وطالب أبو الغيت خلال لقائه بالمنصقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رانيكا جميع القوى السياسية والقيادات اللبنانية بالعمل على إنهاء الشغور في أسرع وقت عبر انتخاب رئيس للجمهورية يكون ملبيا لتطلعات اللبنانيين كافة وعنوانا على تحقيق التوافق المنشود